بدوره اتهم تحالف سايرون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالمواطلة في استجواب رئيس الوزراء وقال التحالف في مؤتمر الصحفي انه في حال استمر الحلبوسي بالمواطلة فان التحالف سيذهب الى اقالته وطالب تحالف سايرون رئيس الوزراء باحالة رئيس خلية الازمة في محافظة ذيقار جميل الشماري الى القضاء مبينا ان كل من يشارك في قمع الشعب سيحاكم ولو بعد حين نطالب رئيس الوزراء باحالة جميل الشماري الى القضاء العراقي فورا بتهمة القتل المتعمد للمتظاهرين السلميين العزل فجر اليوم الخميس في مدينة الناصرية ونحمل رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب مسئولية الدماء التي سالت من اهالي ذيقار في حال عدم معاقبة المتسببين بذلك نتجه الى استجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لقمعه وقتله الشعب العراقي ولكن مماطلة رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي ما زالت مستمرة ونحمله مسئولية الدماء التي تسيل انهارا في العراق وما يجري من عنف متبادل قد حذرنا منه مرارا وقلنا ان القتل للشعب العراقي لن يبقي الحكمة والسلطة بيد الفاسدين والظالمين وليزيد الشعب الا اصرارا